بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم طلابنا العزاء كيف حالكم إن شاء الله دائم بخير درسنا لهذا اليوم هو عن منهج اللغة الإنجليزية للصف الثاني متوسط شرح وحلوة توضيح يونت 2 لسن 8 درس الثامن شكرا الله ثم شكرا لكم دعمكم تجيعكم دعواتكم طيبة تعليقاتكم الحلوة المحافظة المشجعة شاركوا لكي تعمل فائدة ويستفد الجميع زكاة العلم نشره والدالة على الخير كفاءة لها شكر خاص لأبطالنا وتابعنا العزاء دعاقونا بتعليقات كثيرة في سبيل يدعم القناة ووصلها الأكبر على الممكن وشكر خاصة اللي دايشارك الفيديو من خلال الرابط داي نسخة وينشرب باقي القروبات وشكر خاصة اللي دايشتركون حسابات كثيرة في سبيل يكملون حملتهم اللي يساووها اطلقوا حملة توصيل الإنجليزية معوال 500 ألف مشترك إن شاء الله عن قريب ونشكر الأبطال اللي دايحافظون على سمنا وسمعتنا وشعارنا وإن شاء الله دائما ناجحون أوائل أبطال الإنجليزية مع أوائل أطمئنه أستاذ وائل لديكم إن شاء الله لا خوف عليكم نرحب وندعو الجدد لاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الشعارات ودخول على القوام التشغيل اللي يريد تشرح منهج الإنجليزي ما السادس ابتدائي أكثر من 200 فيديو وياها ملزمين مدار لعراجي ما لازم نمرشد الإنجليزي ما الأول توصط أكثر من 100 فيديو وياها ملزمين مدار لعراجي ما لازم نمرشد اختبارات ذكاء إنجليزي رابع ابتداء إنجليزي خمس ابتداء إنجليزي ثالث متوسط إنجليزي سادس عدادي وإنجليزي ثاني متوسط بالإضافة إلى ملزمين مدار لعراجي ما لازم نمرشد اللي يريد يتواصل بعد هو يعتمد على الله وعلى نفسه والأرقام والتلفونات ما طبعه أو أي مكتبة تروح لها إن شاء الله تلقعدها زينا الصفحات اللي راح ناخذها بالكتاب الملون ما الدرس الثامن اللي هي تسعة وثلاثين لسن 8 وبالكراسة راح تكون تلاثة واربعين درس مو كلش يعني بأهمية وسهل ما بأي شي بس على الكلمات اللي يسموها تنق توستر اللي هي تلعثم اللسان الكلمات اللي هي تخليك ما تقدر تتلافظها بسهولة صعبة النطوق أوكي لأن أصواتها تكون متقاربة ويها اختلاف بسيط يقولك استمتع بالكلمات استمتع بالكلمات استمتع بالكلمات استمتع بالكلمات تمرنت وتدربت ومارست قول أو تحدث أو قراءة الكلمات صعبة النطق المتلعثمات العثمات شوقت في السنة الماضية العام بلاو متوسط كانت موجودة عدكم هي هاي كانت موجودة ما الشي سيلز سي شو سي شالز اون ذا سي شور ذا شالز شي سيلز ار سي شالز ايم شور شوف شين ليش الضوج لان بها اس و اتش اس اس ساوشي ساوشي شاشي شاشي هيشي فاللسان يقوم يتلع ثم بها how fast can you say it now كم السرعة ماتك انت الان يمكنك انت تتحدثها و تقولها بها لسة بها اللحظات شقد السرعة تقدر تحجيها يعني تمرنت وصرت احسن هي هي كل ما تقراها اكثر كل ما دماغك راح يحفظها وصير التسريع بها فكرتها انه كل ما تقرا اكثر وتعيدها اكثر راح يصير اسرع بها هي هيش تحصل على السرعة بالقراءة لانه بالتكرار يتعلمون الشطار والتكرار سلاح الشطار she sells seashells on the seashore the shells she sells are seashells i'm sure لسان داخل طرع بطيء كل شيء اكو يقرون اسرع عندي بساني ما ممرن لساني واقراها بسرعا اكو طلاب ومرن لساني يقراها ميت مرة يعيدها فيصير بعد كل شيء سريع بها المهم قوك listen first استمع لها والمرة بعدين حاول تقراها اسا اشغلكم بتسجيل ميتها وعمد اشغلكم نفس الوقت هذا مال Peter pepper picked a pot of pickled pepper اسا نشغلها الصوت ميتها نسمعها احلى وراها اقراركم اياه يعني وترجمكم اياه unit three lesson eight track twenty two part one she sells seashells on the seashore the shells she sells are seashells i'm sure part two Peter Piper picked a pot of pickled pepper خلصا Peter Piper picked a pot of pickled pepper معناها هذا النقار خشب اسمه Peter النقار التقطة 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 قدر اوعاء من الفلفل المخلل الطرشي مع الفلفل الحار حلوة Peter Piper picked a pot of pickled pepper هذي هذي تشانت she sells هي تبيع seashells المحارات البحار اصداف البحرية on the seashore على الشاطئ the shells المحارات she sells اللي هي تبيع هن are seashells هي محارات بحرية بحرية I'm sure انا متأكدة اصلية شي يقولك يقولك it is difficult to say انها من الصعب ان نقول it twists your tongue انها تلوي لسانك because most of the words begin with she or say sounds بسبب انه هي اغلب الكلمات تبدأ بالاصوات الش والس اصوات الش والس فهي دايصير تلعثم يعني تلكء باللسان that's what a tongue twister is ولهذا السبب هي قاموا يسموها tongue twister يعني ملعثمة ملاوية لللسان a sentence or two where the words begin with one or two sounds جملة او جملتان حيث كلمات تبدأ بصوت او صوتان والظل يتكررن بطريقة ملعثمة مزين بس هاي ملجملتان وهاي ملجملتان وهاي ملجملة وحدة هاي بيها كان الش والس هاي بيها الب بس بطريقة تلعثمك tongue twisters don't have very much meaning ملعثمات اللسان يعني شبيهن الصعبات اللي نتغذني ليس لا تملك معنى غالبا ليس لها معنى حقيقي وكثير don't have very much meaning مو الا بها معنى but they are funny لكن هي ممتعة يخلوها بس للمتعة مو الا للفهم والمعنى they are easy to make هي سهلة لتكوينها this is what you do هذا ما انت تقدر تفعله شون راح نعلمك شون تسوي tongue twister وتلعب ويا اصدقائك بها first اولا choose a sound اختار لك صوت من الاصوات for example على سبيل المثار راح نختار لك صوت ب okay make a list of all the nouns and names you can اعمل اعمل قائمة لستة لجميع الاسماء اسماء القواعدية والاسماء الاشخاص يعني the nouns and names الاسماء والكلمات اللي انت you can يمكنك ان think of that start with b يمكنك ان تفكر بها بانها تبدأ بالصوت b examples هاي امثلة للكلمات بدرية اسم ابنية بدرية بشير اسم ولد brother اخ ball bag bag balloon النفاخة bakery المخوز banana الموزة bed الفراش bicycle الدراجة bird الطائر boat القارب book الكتاب boy ولد bread الخبز boss الحافلة boss ذني كلمات راح اول فكرة اول خطوة ان نجمع كلمات يبدأ بالصوت للريدة ثاني خطوة next التالي make a list of all the verbs you can think of that start with b اعمال قائمة بجميع الافعال اللي انت يمكنك ان تفكر بها وتذكرها التي تبدأ بالصوت به شكوا كلمة فعل تذكرها تبدأ بالباء اكتبها اكزامبولز امثل عليها بوت اشترى بروت جلبه بروك كسره براشت مشطه وبيقان بدأ الخطوة الثالثة ثم 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 اعمال قائمة بجميع الكلمات الوصفية ثم اعمال قائمة بجميع الكلمات الوصفية يعني الادجكتيبس والادفيربس الصفات والظروف كونهن وجمعهن يمكن ان تفكر بها وتذكرها وتعتقد بانه هي تبدي بالصوت به اكزامبولز امثل عليها كصفات هسه البيق الكبير براون لون جوزي البني يعني باد سيء بلو لون ازرق بلاك لون اسود بيوتفل جميل وبزي مزدحم او يعني يعني كثير العمل وشغل به وهي شيء الامر المهم مزدحم خليها وبادلي اللي هو بطريقة سيئة هاي الظروف اذا كانت صفات الخطوة الرابعة finally try to make a sentence with five or six of the words اخيرا حاول ان تكون جملة باستخدام خمسة او ستة من هذه الكلمات you will probably need to use some words that don't begin with ب انت سوف من المحتمل تحتاج ان تستخدم بعض الكلمات التي لا تبدأ بالصوت ب examples مثلا مثل شنو they on and he she ذني كلمات كأدوات يعني هاي أداة تعريف الأل وذني أداة تنكير هاي أداة ربط وهي المذكر وهو شيء المأناث هي ذني تستخدمهن يساعدنك حتى تكون بهن جملة مو لك كل الكلمات تكون نفس الصوت لا حتى تكون ناسيتي ناسيتي which pair can you make can make the longest tongue twister with the sound به يا زوج من يا ثنائي من من عدكم رح يتمكنون من تكوين أطول tongue twister أطول ملعثمة لسان باستخدام الصوت به أوكي من منكم يقدر يسويها مثلا نقول the big brown bicycle بدري bought شو نقول علي مثلا was bad مثلا أوكي هي الشي واذظل تتعيدها وتقراها رح أصير هي تانك توستر زيان وين هذا التمرين ماتة بالكراسة التمرين ماتة بالكراسة هذا يقول لك follow the steps on page 39 اتبع الخطوات اللي قلنا عليهم الأربع خطوات بصفحة 39 of your students book من كتاب الطالباتك make tongue twisters وكون ملعثمات اللسان with the sounds باستخدام الأصوات باستخدام الأصوات in these groups of words باستخدام الأصوات في هذه المجموعات من الكلمات أول مجموعة مجموعة الفي fish سمك وفرايد مقلي وفل يسقط مجموعة الثانية رشيد اسمولاد وريد لون أحمر وران ركضة مجموعة أخرى سوكس جواريب و6 6 وصو رأيتو ومجموعة grass عشب وغرين أخضر وقيف أعطى ومجموعة هاري هذا الشي نسمى فرس النهر وهابي سعيد وهاز لديه وهاي مجموعة هو مجموعة الكي اللي هي كيفن وكيبس وكيز هاي هو حالها ذانيش انتحل هن قرتبهن بجملة هاي هو حالها كيفن كيبس هز كار كيز ان ذا كيفين كيبس هز كار كيز ان ذا كيشن كيفين كيبس هز كار كيز ان ذا كيشن شوف كل ما اسرع راح يتعود لسانك وبعد ما يتلع ثم بيها زين هنا بالملزمة هياتها هذا الشرحن والترجمتهن الكلمات صعب النطق والخطوات مالتهن وكل شي موجود ارجعوا لها واستفادوا من عدها ان شاء الله استفدتم نسأل الله القبول نسألكم الدعاء نتضع التأخر في الردق للتواصل شاركوا لكي تعمل فائدة ويستفدت جميع تحياتي لكم مع السلامة